وثمانية نور الدين قليب 24 مراد عبدالقادر 25 هيفم الظاهر ومهاجم محمد أنيس سلتو اللعب طويل القامة والخطير في الكرات الرأسية واللي واضح وظاهر بالصورة طول القامة الفارع لمهاجم فريق الليبي أهلي طرافلوس وارق حين متواجه فريق أعلى منك في المستوى لكن هذا خطأ كاريو كوريو لكن الخبرة لحارس مرمى المنتخب الليبي ونادي طرافلوس محمد نشلوش ينجح في بعض هذه الكرة خطأ فردي ساعد فيه الحارس والمساندة والروح الذوب الفوارق لكن الهلال لا هل يبدأ شريط الأهداف كما يتوقع العديد أم تكون هذه التوقعات محفزة لفريق أهلي طرافلوس بالمجموعة هو مصنف كأقل المرشحين في تعهل من هذه المجموعة كأول أو ثاني اللي ممكن يحدث بين العيوني والمنير في اللجة اليسراء هنا كرة الآن من مصعب جميلة يلعب لمشييل جري بسدد لك كرة بالجال مرمى وأول تسديدة مباشرة من مسافة السهل للحارس كاريو مع الجمهور الهلال يتحرك هنا كرة الآن مرعوة بشكل جميل ناصر في مساحة في مساحة ناصر الآن يطلب الكرة حمدان وساطي مصعب وساطي مصعب يسدد كرة لكن التسديدة غير موفقة وخخير الآن تلعب كرة عالية وتسديدة بالجال مرمى وتمر وفرسلان لكن ميشييل واحدة ثانية من نيفيز مرت مرت بشكل عجيب بشكل عجيب الكرة تعبت رائعة من كاريو رائعة ونيفيز مباشرة هنا مرت بشكل غريب مرة ثانية نيفيز مرة ثانية لكن إلى ركلة ورقنية أخرى الآن اقتراب الهدف على اليمين سعود عبد الحميد الآن في انطلاقه موجودة سالم في الجتري من أسعود في مساحة 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 فرصة هلالية عرضية ومتابعة ميشييل يرعب تجال مرمى ولكن الكرة تجانب المرمى لفريق أهلي طرابس ميشييل البرازيليرو المميز ميشييل 27 سنة أتى بفور التألق مع فريق بلامينغو ليس لقمة سهلة في المباراة هنا تمريره هنا خطورة لا شيء لا شيء ما فيه شيء ما فيه شيء سلتولان ينتظر يا زميل ممكن يهدد ممكن يسدد المعيوف قريبة قريبة من هدف الله إلى ركلة ركنية إلى ركلة ركنية كرة ينجح بها أهلي طرابلس في تهديد مرمى الهلال بشكل مميز شوف الكرة القليب القليب وانتظر حتى أنه يعود من التسلل هنا التمرير الرائعة رائعة رائعة من 24 مراد عبد القادر واصلت المتحرك اللي يعني انتظر فيها زميل الفكر ممكن بالتسليل ضيق المساحة كولي بالي والمعيوف لكن انتظر فيها القادم هنا هايثم الطاهر وبالتالي تقدم اللعبي الهلال المحاصرة لهذا التكتل الدفاعي حمدان أفيد الكرة يلعب الكرة من نيفيز ممتازة ميشيل بالرأس تجهيز والعارض جملة فنية سليمة هلالية جملة فنية سليمة الهلالية لكن فقط عام الحظ تشوف رائعة 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 ملعوبة من روبين نيفيز ميشيل في توقيت صح نعبها بالرأس صح ورديف ما قصه في التمركز بالرأس لكن المسألة مسألة مسألة حظ العارضة العارضة تمنع هدف هلالي مستحق في الجملة الماضية لكن هكذا هي كرة القدم هكذا هي كرة ثابتة على يمينك يا نشنوش ولا على يسارك على يمينك يا نشنوش ولا على يسارك روبين نيفيز يلعب الكرة ولكن الخطة على يمين نشنوش لكنها اعتلت العارضة إلى ركل التامر قحطاني يلعب كرة رديف مقرؤة قحطاني مرة أخرى يسقط وكرة ثابتة اعتقد يجب على الهلال البحث عن شيء من هذه الكرات الثابتة وأن يحقق منها هدف المباراة أحمد كراوع يأخذ لبطاقة صفراء المهاجم المهاجم أحمد كراوع أيضا يأتي بي الخطأ في هذه اللقطة هذه الكرة التي قبلها أيضا تدخل مقيشة لكن لتسجيل مع هذه الكرة ما في شيء استمرار اللعب ما في شيء ما في شيء تواصل اللعب الآن راحت الفرصة في ركل الجزاء في اللقطة الماضية ياسر يطالب بتكتل الأمام ممكن خطأ فردي تسدد في الشباك ممكن الآن ياسر يلعب الكرة وهنا متابعة إبعاد مانسي تعود مرة أخرى وحكم المباراة الذين الدولي أدهم مخادمة يعلن إنهاء هذه المباراة بالتعادل السربي بين الزعيمين في ليبيا والمملكة العربية السعودية أهل طرابلس الليبي والهلال السعودي تعادل سلبي صفر صفر ومستوى حقيقة ممتاز قدم الفريق الليبي أهل طرابلس في الصمود أمام قوة فريق الهلال اللي لا يزال في مرحلة تجانس ومرحلة بداية موسم